السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووهلا بكم يوم تاريخي بأتم معنى الكلمة في تونس عودة البرلمان إلى الاشتغال في ظروف عادية تعزيزات أمنية ترتيبات محدة اليوم يوم تاريخي بأتم معنى الكلمة النواب اللي تم انتخابهم في الانتخابات التجريعية بشي لتحقوا أو التحقوا سيئة معناها بمجلس نواب الشعب أديو اليمين والجلسة معناها متواصلة لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه بتابعة الحال حسب الترتيبات اللي صدرت في الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب جنوة من الأخبار نرجع عليها في علاقة بالبرلمان وغيرها مقبل خلينا نبدأ بخبر الاحتفاظ بمدير جريدة الفجر محمد الفوراتي نيابة الهمومية بالقطب القضاء لمكفحة الإرهاب تأذن لأعوان الفرقة المركزية لمكفحة الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بمحمد الفوراتي مدير جريدة الفجر وعضو مجلس شورى حركة النهضة الفوراتي كان أكد نهار سبت بأنه تلقى استدعاء للمثول أمام الفرقة المركزية الثانية للأبحاث في جراء من الإرهاب بالعوينة للبحث كذي شبهة وبما أنه تم استدعاءه في قطب مكافحة الإرهاب فمن المفترض أنه التهمة تكون ذات سبغة إرهابية البارح تم تداول خبر إيقاف إياد الدهماني اللي هو كان وزير في حكومة يوسف الشيهة تم تداول هذا الخبر بشكل كبير جدا وإياد الدهماني أيضا هو يشتغل في إذاعة موزايكا كرونيكور في البرنامج الصابحي مع أمين جارا على كل في انتظار التثبت من هذا الخبر نرجع إلى البرلمان قلت اليوم يوم تاريخي بيئة بمعنى الكلمة إجراءات محددة خطاب لرئيس الجمهورية قوي جدا في خصوص البرلمان والعمل البرلماني والوضع السيسي عامة في تونس رسائل إلى الداخل إلى الخارج إلى الخصوم إلى المساندين إلى النواب يوجههم رئيس الجمهورية قيس سعيد والسؤال المطروح ديما على رئيس مجلس نواب الشعب النائب عن حركات الشعب في المجلس النيبي الجديد بدر الدين الجامودي هو كان زادا في البرلمان السابق أكد أن الحركة بشترشحه هو لرئاسة مجلس نواب الشعب جديد اللي معنايين عقد اليوم والجامودي كان عوض في مجلس نواب السابق واللي على الرئيس الجمهورية حلو في 30 مارس 2022 تم تجميده في البداية في 25 جميلة 2021 وتم حلوه بشكل رسمي في 30 مارس 2022 حسب الفصل 80 والجامودي قبل في البرلمان السابق كان يشغل لرئاسة لجنة مكفحة الفساد في البرلمان جبت اللي خلاص الوطني هبتت كومينيوكي البرح أكدت فيه بأنها لا ولن تعترف بالمجلس النيابي المنبثقة عن دستور انقلاب غير شرعي وانتخابات قطعتها الأغلبية الساحقة وجدت تماسكها بدستور 2014 وأكدت أنه ما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق في تعريق على قرار حل المجلسة البلدية زيدة كيفكي في جبهة الخلاص تقول في البرلمتاحة بأن الاستحواذ على المجلسة البلدية هو حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية وفق وصفها اللي كرست وضع رئيس الدولة يده على كل السلطات ضربا عرض الحقات بالتجربة الناشئة للحكم المحلي المنصوص عليها في دستور 2014 في خرق صارخ للقوانين والأنظمة السارية إلى غير ذيك وكان رئيس الجمهورية في آخر خطاب بيته قال بأنه من ما زال يعيش على وقع 2014 فهو ويهم وخارج التاريخ نلقاه وزيدة كيف كيف ندت بشدة بحملة المدهمة المتواصلة بما قالت أن تلفيق تهم وتنكيل بالمساجين السياسيين وحملة رئيس الجمهورية قيس سعيد والمكلفين بالعدل وداخلية شخصيا المسئولية عن سلامة المعتقلين وخاصة منهم المضربين عن التعامل يهما غزي شويشي جوهر بن بارك وخيم تركي استنكرت بشدة تصريحات المستمرة التي تمس بشرف الوطنيين والوطنيات من قضاة ومحامين وصحفيين وسياسيين ومدونين ونقبيين ومن الشباب ورمهم بتهم مغرضة لا ترتقي لروح المسئولية إلى غير ذلك حسب البيان تعجبها تلا خلاص بسرعة نمشي إلى الخبر الآخر بخصوص الهيئة الإدارية الاتحاد الشغل اللي تنعقد اليوم بالتزامن مع الجرسة العامة الافتتاحية للبرلمان والاتحاد الشغل معناه قرر أنه يعقدها في جزيرة قرقنا من ولاية تسفيقة لأنه عدد من النقبيين من أصيلي جزيرة قرقنا اعتبروا أنه اختيار قرقنا ما كان لانعقاد اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد العام تونسي للشغل فيها الظرف الخطير اللي يعيشه الوطن ليس إلا محاولة يائسة للبحث عن غطاء اللي حجب ما وصفوه بالانحرافات الخطيرة وخاصة أصنف المغامرات غير المحسوبة لإيقاف المنظمة وإفراقها من مضمونها النظالي إرضاء لتموحات مجموعة من الذين أجهزوا على مطالب الشغالين وقضيهم الفعلية إرضاء لمواقعهم حسب ما ورد في البيان وهذه يمكن ثاني مرة اللي يظهر انقسام كبير داخل اتحاد الشغل مرة في المؤتمر اللي تعمل والإصارة على البوليميك الكبيرة نعقد في سفيقس أيضا في جهر تقريبا فيفري 2022 وهذه المرة ثانية اللي يكون فهم جزء من النقابيين أو عدد من النقابيين اللي ديريكتمو يهجمو المكتب التنفيذي للإتحاد نقابينا ذو ما من بينهم لحبيب لرقش فتح الحضري عبد الحميد للفهري العروسي هنا الكل هم أكدوا في البيان اللي يصدر على رمزه تحشيد وخطه النظالي ليس أصلا للبيع ورصيدا استثماري في بورسة المغامرين بمستقبل المنظمة بل هي نموذج للاقتداء قولا وفعلا وفق تعبيرهم إلى غير ذلك ويقول أنه تصريح الطبوبي بتاريخ 4 مارس يزيغ بالمنظمة في استفافات داخل خندق المتآمرين بما يعدوا انحرافا عن إرث المنظمة وثوابتها وهذا انقسام كبير يسر 4 مارس اللي عمل فيها كالمظاهرة قدام اتحاد شغل واللي قال تحية نمساجين المرنقية وبرشا كلام نمشي لجملة من الأخبار الأخرى بسرعة صدور عدد من الأوامر الرئاسية والمراسيم بسرعة بش نعطيكم فيما فيش يتمثله بالضبط الضدور في العدد الأخير من رأي درسمي الجمهورية التونسية بطريقة 1 مارس أمر يتعلق باتفاقيات الضمان المبرمة بين تونس وبين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يعني تم فيه المصادقة على اتفاق ضمان بخمسين مليون دولار للمساهمة في تمويل استيراد الكبريت والأمونيا ومواد كيميائية أخرى أيضا الضدور في الرايد الرسمي كذلك مرسوم وأمر يتعلق الضوز بالمصادقة على اتفاق ضمان بمئة مليون دولار للمساهمة في استيراد المنتجات البترولية كذلك الضدور في الرايد الرسمي أيضا وتمت المصادقة بأمر على اتفاق ضمان بمئة عشر مليون أورو لتمويل استيراد الغاز الطبيعي أيضا الضدور في الرايد الرسمي أمر أيضا يتعلق بالمصادقة على قرض ألماني بقيمة تسعين مليون يورو الضدور زيدا برايد الرسمي الجمهورية تونسية مرسوم وأمر مرسوم وأمر المصادقة على قرض بسبعين مليون دولار من البنك الأوروبي للاستثمار لأستيق كذلك الضدور برايد الرسمي زيدا كيف كيف مرسوم وأمر يتعلق بالمصادقة على قرض من البنك الأوروبي للاستثمار لتجديد عربات تي جي يام حسب ما الضدور في الرايد الرسمي المترجم للقناة